السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في المدونات الصوتية لمعهد نور الهدى العالمي للعلوم الشرعية تستمعون الآن إلى الشيخ أكرم عبدالوهاب من موصر العراق ومدوناته الصوتية مدرسة النور للمزيد من المدونات الصوتية والدروس العلمية المجانية وخدمات الإفتاء والإجابة على استفساراتكم زوروا موقعنا على الإنترنت seekershub.org بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وأصحابه ومن احتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ووفل لمعلمين وجعلنا من المتعلمين يا رب العالمين الكلام عندنا هنا في ذكر استحباب التحبب إلى الناس من غير مقارفة الإثم ومعنى ذلك التحبب إلى الناس مع التحفظ والحذر أن يدنو الإنسان مما فيه إثم وخطيئة لغضب الله عز وجل أقول بالسند المتصل عن عبد الله بن عمر الأزدي عن ابن مسعون رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم على النار كل هين لين قريب سهل نعم هذا الهين أن لا يكون ذا نفرة مستعصيا واللي يعني لين الجانب وكذلك يحرم إذا كان ليس خشنا وكان خريب الخلق ليس متشاكسان وهذا من صفات الطيبين المؤمنين وقال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق وتركس الخلق لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد والجليد هو الثلج المتجمع المتكثر وإن الخلق السيئ ليفسد عمل الإنسان كما يفسد الخل العسل وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها ومعه خلق سيء واحد فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الصالحة كلها وهذا من المفاسد ما لا ينبغي ومن الخسارة كما هو معروف ولهذا قال البغدادي خالق الناس بخلق حسن لا تكن كلبا على الناس يهر ولقهم منك ببشر ثم صن عنهم وعرضك عن كل قدير وقد روى الإمام الحسن عن أبيه أبي الحسن عن جد الحسن رضي الله عنه أن أحسن الحسن الخلق الحسن وبالسند إلى ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الرحم تقطع وإن النعم تكفر ولم أرى مثل تقارب القلوب وذلك بشبب حسن الخلق وعن إبراهيم بن أشعث قال سمعت الفضيل بن عياض هذا الحكيم المعروف يقول إذا خالطت فخالط حسن الخلق يعني كما أنه ينبغي أن تكون أنت حسن الأخلاق كذلك إذا خالطت أحدا فينبغي أن يكون خليطك ذا خلق حسنة فإنه يعني صاحب الخلق الحسن لا يدعو إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة ولا تخال سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء ولأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق إن الفاسدة إذا كان أو الفاسقة إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه صار خفيفا على قلوبهم وإن العابد إذا كان سيء الخلق فقل على الناس ومقتوه وبغضوه وبالسند أيضا عن حماد بن سلمة يقول الصوم في البستان من الثقال إيش معنى الصوم في البستان من الثقال؟ قال يعني إذا صنت صوم التنفل وكان معك جماعتك ورفقتك الذين خرجوا للنزهة وللتفرج في بستان والبستان هو ما كثرت فاكهته التي قل ما ينالها طلاب العلم فمن صام كذلك كان متنطعان لأنك أفسدت عليهم نزهتهم وصومك إنما هو صوم تضوعين فينبغي عليك أن تفطر وبالسند إلى أبي حاتم رضي الله عنه قال الحسن الخلق بذر اكتساب المحبة إذا أردت الناس أن يحبوك فازرع لهم بذرتان هي أن تحسن خلقك معهم كما أن سوء الخلق بذر استجلاب البغضة ومن حسن خلقه صان عرضه ومن ساء خلقه هتك عرضاه لأنه عرض نفسه للسب والشتيمة وقدح الناس فيه لأن سوء الخلق يرث الضغائن والضغائن إذا تمكن في القلوب أورثت العداوة والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الدين أهوت صاحبها إلى النار إلا أن يتداركه المولى بتفضل منه وعفو وأيضا بالسند المستصل إلى رجاء ابن أبي سلمة عن الإمام الزهري رضي الله عنه قال وهل ينتفع من السيء الخلق بشيء هذا استفهام يسمى استفهام إنكار معناه لا فإذا كان المرء سيء الخلق لا ينتفع منه شيء أبدا أبدا وعن ميمون بن مهران قال التودد إلى الناس نصف العقل وحسن المسألة نصف العلم واقتصادك في معيشتك يلقي عنك المؤونة فإذا إذا توددت إلى الناس هذا لون من ألوان المعرفة يزن نصف عقلك قال أبو حاتب رضي الله عنه التحبب إلى الناس أسهل ما يكون وجها هذا لون من ألوان التحبب إلى الناس وأظهر ما يكون بشرا يعني إذا بششت هذا لون من ألوان التحبب وإذا استبشرت بهم لون من ألوان المحبة وهو بشر وأخصر ما يكون أمرا يعني في قضاء الحاجة وأرفق ما يكون نهيا إذا نهيتهم عن شيء فيكون نهيك هينا اللينا وأحسن ما يكون خلقا وألين ما يكون كنفا وأوسع ما يكون يدا يعني بالإكرام وأدفع ما يكون أذى وأعظم ما يكون احتمالا تحتمل تصرفاتهم فإذا كان المرء بهذا النعت لا يحزن من يحبه ولا يفرح من يحسده لأن من جعل رضاه تبعا لرضى الناس وعاشرهم من حيثهم استحق الكمال بالسؤداد عن الترقي ولهذا قال علي بن محمد البسامي وعاشر معشري في كل أمر بأحسن ما أريت وما رأيت وأجتنب القبائح حيث كانت وأترك ما هويت وما فريت نعم ما فريت أي ما أتيت من الأعمال العجيبة يقال فلان يفر الفراء إذا كان يأتي بالعجب فإذن هذا من شأن الإنسان أن يكون متوددا متحببا إلى ناسه وإلى جماعته والله تبارك وتعالى يتولى هدانا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لاستماعكم إلى المدونة الصوتية مدرسة النور مع الشيخ أكرم عبد الوهاب يرجى تشجيعنا وإضافة تعليقاتكم على آيتونز وغوغل بلاي للمزيد من المدونات الصوتية والدروس العلمية المجانية وخدمات الإفتاء والإجابة على استفساراتكم زوروا موقعنا على الإنترنت seekershub.org